فإن بنيت السيادة داخل الدولة تحولت هذه السيادة وهذه القوة إلى الخارج فإذا لم نبدأ بداخل الدولة العراقية في بناء احترام للقانون احترام لشعبنا احترام لأرضنا احترام لحدودنا يحترمنا الآخرين أما أن نبحث عن سيادة يتكفلها دولة أخرى فهذه مرفوضة تماما السيادة على الأمن السيادة على الاقتصاد السيادة على الأجواء السيادة هي كرامة العراقي عندما يذهب للخارج إذا ما كانت هذه الكرامة موجودة ومصانى بالداخل لن تكون لنا سيادة في الخارج طيب بالتغريدة اللي حضرتك يعني قرأناها الآن بتغريدك قلت لا نبحث عن علاقات توازن بل نبحث عن مصالحنا يعني شون تقصد بأنه نحن غير باحثين عن التوازن ويمكن اليوم التوجه لحكومة السيد الكاظمي هو التوازن هذا ما دعا إليه وأيضا مرتبط بمصالحنا الراهنة هناك اختلافين بما قصد السيد الكاظمي وما قصدت أنا الكاظمي يقول إذا بنيني الدولة بالطريقة الحقيقية القوية نقدر أن نكون لاعب أقليمي أنا أقول إذا حدث هذا ما أبحث عن التوازن بالوقت الآني أبحث عن كرامة العراقي خاطر أقدر أكون قادر على هذا التوازن بالدولة تحترم لسببين إذا كانت مطلوب منعتها أن تكون دولة ذات تأثير ترجمة نانسي قنقر